عقد وزير الموارد المائية والريهاني سويلا مجتماعا لمتابعة تطبيق إجراءات حاسمة لتأمين المناسيب اللازمة لتشغيل محطات مياه الشرب وحماية المجاري المائية من التلوث وجه سويلا في هذا السياق بدرورة متابعة المناسيب أمام مآخذ محطات مياه الشرب لضمان استفاءة التصرفات المطلوبة خلال فصل الصيف مع استمرار استخدام منظومة قياس المناسيب بشكل فوري اشتركوا في القناة